هناك رجل في الحبشة يقال له عبد الحميد ابن ياسين اللتمي هو من المتعصبين لحزب البرامكة فيحذر منه بارك الله فيكم اخوان الذين في الحبشة يحذرون من هذا الشخص رأينا ثناء عليه من قبل محمد باموسى وهذا باموسى من كبار الحزبيين معروف في بلاد الحديدة وكما قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة ما يثني عليه لمن هو على شاكلته ما يثني عليه لمن هو على شاكلته هناك اخوة فاضل في بلاد الحبشة كاخين جمال حفظه الله تعالى فقد عرفنا في دار الحديث بدماج كان مجتهدا مقبلا على الخير وعلى العلم والسنة وعنده دعوة طيبة فيما بلغنا واخوة آخرون حتى اخونا ابرار ايضا اخ فاضل نسمع عنه الخير اما هؤلاء مثل ذاك الذي هو عبد الحميد بن ياسين هذا هؤلاء من اصحاب الحزبيين يحذر منهم سمعنا بعض الورضة هؤلاء يثنون عليهم قلنا ما يثني مثل رشاد الحبيشي ومثل ايضا محمد باموسى ما يثني على شخص الا وحوله شيء لأن الحزبي يثني على مثله والمبتدع يثني على مثله وصاحب السنة يثني على مثله عندما ترى مثل عبد الحميد هذا يثني عليه امثال هذا المذكور رشاد وهكذا ايضا الاخر الذي باموسى تعرف انه على شكلة والله المستعب احذروا من مثله وحذروا اخوانكم ايضا الذين هم في البلاد تارك الله